السلام عليكم المشكلة طبعا اللي راح نحاول انه نعالشها في هذا الشابتر اللي هي يعني سابقا الى حدد شابتر الثالث كان الحديث عن الهوست توهست بكت ديليفري ايصال البكتات من الحاسوب الى الحاسوب الاخر في داخل الشبكة الواحدة او في داخل ادى الشبكات هذا الخدمة اليوم انه راح نحاول انه توسعتها او يعني اكمالها الى مرحلة انه اللي هو كيفية بناء رابط اتصال من عملية الى عملية اخرى في داخل الحواسيم المختلفة يعني في داخل الهوست توهوست على فرض انه سيكون لدينا مجموعة من الهوست مجموعة من الحاسبات وفي كل واحدة من هذه الحاسبات راح تكون لدينا مجموعة من العمليات التي ترتبط او تتصل مع بعضها البعض الاخر فهنان ركل اللي راح نضيفه هنا هو بالحقيقة البرت نمبر رقم البرت او رقم المنفذ اللي هو راح يكون خاص بكل واحدة من هذه العمليات من أجل تفريق العملية عن العمليات الأخرى وإيصال البيانات أو الباكتات من عملية إلى عملية أخرى التي ستكون مقصودة من خلال استخدام Source Port والDestination Port أبسط طبعا أو أفضل 2 بروتوكولات تشتغل في هذه الطبقة اللي هي الطبقة الرابعة طبعا طبقة الTransport Layer Protocol هي UDP والTCP User Data Gram Protocol والTransferential Control Protocol هذا طبعا هو Simple Demultiplexer UDP والTCP لا هذا هو Reliable ByteStream UDP طبعا يستخدم للتطبيقات اللي هي تحتاج إلى سرعة عالية ولكن وثوقية أقل الTCP تحتاج إلى التطبيقات اللي هي تحتاج أيضا يعني سرعة عالية ولكن أقل بسرعة من UDP ولكن هو مثل ما واضح من اسمه هو Reliable يعني موثوق بحيث أنه إذا كان لدينا فضل مشكلة معينة في إرسال باكت معين أو سيجمينت معينة سيتم عادة إرسالها مرة أخرى يعني به Acknowledgement و Negative Acknowledgement وغيرهم التفاصيل الأخرى اللي راح يشوفها إن شاء الله الهدف من هذا الشابتر طبعا هو فهم عملية الـ D-MultiplexSync أو اللي هو فك التركيب للباكتات المجموعة سوية ومناقشة الـ Symbol ByteStream Protocol يعني وأيضا مناقشة UDP والTCP بصورة عامة بروتوكولات الـ End-to-End بالسرعة العام الخصائص الرئيسية أو المشتركة لهذه البروتوكولات الموجودة في طبقة الـ Transport Layer اللي هي تعتبر الطبقة الرابعة في Low Assign Model أو الطبقة يعني أيضا هي ممكن تكون الثالثة أو الرابعة في طبقة يعني في الـ T-C-P-IP Model طبعا هذه البروتوكولات الموجودة في الطبقة الرابعة يتوقع منتها أنه توفر الأشياء التالية Guarantees Message Delivery يعني تضمن إيصال الرسائل Deliveres Messages in the same order they were sent إيصال الرسائل بنفس التسلسل الذي أرسلت به يعني الرسالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة نفسها راح تتركب في الطرف الآخر بنفس التسلسل الأصلي Deliveres at most one copy of each message توصلنا على أكثر نسخة واحدة من كل رسالة يعني نحن لا نريد الرسالة الواحدة يتم رسالها أدة مرات يعني الرسال متكرر لأنه هذا الشيء راح يؤدي إلى يعني Waste of the network resources يعني إضاعة موارد الشبكة Supports Arbitrary Large Messages أيضا نحتاج أنه تدعملنا رسائل كبيرة جدا بشكل عشوائي يعني أحجام كبيرة جدا ممكن تكون صغيرة جدا أو ممكن تكون كبيرة جدا هذا أيضا مثل ما يعني وضحناه في كورس الشبكات ويضا هو كان واضح في الشابترات الثلاثة السابقة أنه الرسائل الكبيرة التي يتم إرسالها من جهاز إلى جهاز آخر وليكن مثلا برنامج أو لعبة أو فيديو ممكن يكون يعني جيجابايتس يعني حجمها كبير جدا فهنانا أيضا عندما تنزل إلى يعني في عمية الانكابسوليشن عندما تنزل من طبقة الابليكيشن إلى طبقة الترانسبورت سيتم تقسيمها إلى سيجمنتس إلى قطع كل واحدة من هذه القطع طبعا راح يكون لها بورت نمبر بعد ذلك طبعا ينضاف لها IP address ينضاف لها الماك أدرس ويعني عندما تكتمل عمية الانكابسوليشن والعكس في الطرف الآخر فهنانا أيضا مثل ما ذكرنا يجب أن تكون هذه البروتوكولات اللي هي خاصة بال الـ End-to-End أو الـ Transport Layer Protocol يجب أن تدعم أحجام كبيرة جدا من الرسائل سواء كانت هي مثل ما ذكرنا Video Streaming أو Online Gaming أو غيرها من التطبيقات الأخرى طبعا تدعملنا Synchronization أو المزامنة ما بين الترانسبتر ورسيبر أو السندر ورسيبر يجب أن يكون هناك مزامنة يعني بحيث أنه ما يكون قدك مثلا الترانسبتر هو سريع جدا والرسيبر بطيء جدا أو بالعكس طبعا أيضا تسمح للرسيبر بتطبيق Flow Control التحكم بجريان البيانات على السندر هذا هو الشيء اللي راح نستخدمه على مود نظم السنchronization يعني أثناء الإرسال والاستقبار راح نشوف إن شاء الله يقعد نفيد مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالFlow Control اللي هي من خلالها نستطيع معرفة أنه يعني كأنه نقوم بإرسال الرسيبر راح يقوم بعمل هذا الشيء اللي هو Flow Control وبعد ذلك يقوم بإرسال مجموعة من الرسال للسندر يعني كفيدباك أنه زيد الإرسال قلل الإرسال زيد السرعة قلل السرعة بناء على يعني successful transmission الإرسال الناجح أو بناء على الwindow size أو غيرها من الأشياء اللي راح نشوفها إن شاء الله طبعا هنا أيضا الهدف منها أنه تدعملنا مجموعة من العمليات الخاصة بتطبيقات مختلفة في كل واحدة من الhosts يعني ممكن أنه جهازيين عبر الانترنت يتصلوا مع بعضهم وبعض الآخر باستخدام اثنين بروتوكولات at the same time أو باستخدام اثنين برامج at the same time في نفس الوقت باستخدام طبعا two port numbers لكل واحدة من هذه البروستيز الليمتيشينز الموجودة في هذا النوع من البروتوكولات اللي هي خاصة بالانتو انت اللي موجودة فيها الطبقة الرابعة أنه يعني عادة يحصل أدنى ما يسمى بالدروب ميسيجز أنه بعض الرسائل تهمل أو تحذف بسبب يعني اختلاف السرعة بين الترانسمتر ورسيفر بسبب حصول تصادم لرسائل بسبب حصول أوفر فلو أو أوفر لود على البفر الخاص بالراوتر أو غيرها من الأجهزة الأخرى عبر الشبكة بعض الأحيان أيضا عندما تصل الرسائل تكون هي يعني غير مرتبة بنفس التسلسل الذي أرسلت به فهنا نحتاج أنه نقوم بعملية إعادة ترتيب الرسائل وهنا طبعا أكيد رح يكون عندك اللي من خلالها تستطيع معرفة يعني رقم أو تسلسل هذه السيجمينت في الرسالة الأصلية على الموضي يكون عندك من السهل جدا إعادة ترتيبها في طرف بعض الأحيان طبعا ممكن تكون عندك يعني ممكن أنه يتم رسال أو يصال عدة نسخ من الرسالة الواحدة لأسباب معينة رح نشوفها إن شاء الله أيضا هنا رح يعني أغلب البروتوكولات الموجودة هي تقييد لك حجم الرسالة بحجم معين فبالتالي رح نحتاج أنه مثل ما هذه كانت الرسالة الكبيرة اللي تيجيني من طبقة الابليكيشن نحتاج أنه نقوم بتقطيعها إلى عدة سيجمينت لكل واحد منهم يجب أن لا تتجاوز حجم أقصى معين بعض الأحيان إذا استخدمنا تي سي بي واحتاجين أنه يعني يكون عندك ريلايابل ترانسميشن وإرسال موثوق وعادة إرسال في حالة حصول مشاكل بعض الأحيان ربما أنه يتم إيصال الرسائل بعد فترة طويلة جدا من الانتظار أو التأخير بحيث أنه تصبح الرسائل يوزلس يعني غير مفيدة أو غير نافعة بعد هذا التأخير الكبير التحديات التي تواجه بروتوكولات الترانسبورت يعني طبعا إحنا أنه دائما نحتاج أنه نقوم بتطوير خوارزميات تعمل يعني بأقل الإمكانيات الممكنة يعني إحنا نحتاج أنه نقوم بتطوير بروتوكولات في الطبقة الرابعة طبقة الترانسبورت بحيث أنه تضمن الأشياء التي ذكرناها في البداية خصائص الإيصال ويعني الوثوقية وإنشاء الاتصال والتأكد من سلامة وصحة الرسائل المرسلة أخذها بنظر الاعتبار عدم الوثوقية أو عدم السلامة يعني أو عدم وجود كل هذه القصائص في الطبقات الدنيا طبقة النتورك طبقة الداتا لينك هذه كلها ما بيها ضمانات فهنا نحتاج أن نستخدم بروتوكولات الطبقة الرابعة على موض نوفر الضمانات أو القارنتيز التي هي غير متوفرة في الطبقات الدنيا فهنا هنا هو هذا التحدي الكبير لأنه تقوم بتطوير بروتوكولات في طبقة الترانسبورت تضمن لك الإيصال السليم والآمن وإعادة الإرسال للباكتات الضائعة أو المحذوفة أخذها بنظر الاعتبار أنه الشبكة الأسفل من عندك هي ما موثوقة وما بهذه الأشياء فمثل ما ذكرنا أول نوع من هذه البروتوكولات اللي هو UDP أو User Datagram Protocol هذا بالحقيقة هو عبارة عن Simple D-Multiplexer المultiplexer هو فالشيء يعني يقوم بتجميع الرسائل من أدة مصادر وتجميعها في مكان واحد D-Multiplexer هو يعني الجهاز أو الشيء الذي يقوم بأخذ رسالة واحدة وتجزيتها إلى مصادرها الأصلية إلى أجزائها الرئيسية وتوزيعها إلى أدة hosts أو أدة services طبعا هذه UDP مثل ما ذكرنا هو يقوم بتوسيع خدمة إيصال الرسائل من الجهاز إلى الجهاز أو من الهوست إلى الهوست للـ underlying network يعني للطبقات الدنيا من أدها التي هي network layer أو later link layer ويوسعها إلى مستوى process to process communication service يعني يساعدها إلى مستوى أنه نحن في داخل الهوست الواحد نقدر أنه نقوم بالاتصال ما بين process to process يعني بالهوست الواحد ستكون لدي مجموعة processes وهنا أيضا مجموعة processes ومن وحدة الوحدة سنقوم بإرسال الرسائل باستخدام UDP أو port number طبعا هنا سيقوم بإضافة مستوى من D-multiplex من فك التجميع الذي يسمح لعدة تطبيقات أو عدة عمليات طبعا الرسالة أو format الخاصة بالheader أو البيانات الرئيسية لuser datagram protocol التي سيتم إضافتها إلى الرسالة القادمة من طبقة الapplication ستتكون من المعلومات التالية source port number يعني الرقم المنفذ الخاص بالجهاز المرسل destination port number اللي هو رقم الport الخاص بالجهاز المستقبل طول الرسالة أيضا يجب أن يتم إضافته check sum اللي هو بيانات التأكد من صحة البيانات المرسلة يعني هذه مجموعة بتات يتم إضافتها على مد يتم اختبارها في الطرف الآخر من أجل التأكد أن البيانات الواصلة هي نفس البيانات التي تم إرسالها بدون أن تتعرض إلى التحريف أو التزوير أو التلاعب أو التشويح أثناء الإرسال والاستقبال لأنه هنا نعرف في بيئة الشبكات بعض الأحيان تكون الإرسال والاستقبال في الشكل سلكي لاسلكي بيئة موثوقة بيئة غير موثوقة ربما هناك هجمات سبرانية إلى آخره فهنا هذا غالبا يعني يستخدم هو من أجل عملية اللي هو ضمان أن البيانات المستلمة هي نفس البيانات التي أرسلت وبعد ذلك طبعا يتم إضافة الداتا اللي هي البيانات التي مراد إرسالها أو استقبالها يعني هذه كلها هي المعلومات الرئيسية وهذه البيانات التي نريد إيصالها بالفعل اللي هي جايتنا عبارة عن جزء من المسج القادمة من الابليكيشن لير بروتوكول طبعا الطول والشكسام فيلد شود بي سويتشت يعني هذا طبعا يقل لك أنه مواقع يصير بالعكس يعني هذا اللينك هنا يأتي والشكسام يأتي هنا يأتي طيب احنا ذكرنا بأنه UDP هو يسوي عملية Demultiplexing زين شنو هي Demultiplexing يعني هنا عادة UDP Message Queue طابور الرسائل القادمة إلى بروتوكول الuser datagram بروتوكول راح تجيك هنا عبارة عن مجموعة من الباكتات التي تصل إلى UDP UDP طبعا هو software application يعني تطبيق معين يقوم بأخذ الرسائل أو الباكتات الواصلة إليه طبعا هنا نلاحظ بأنه جاية من الأسفل من الطبقات الدنيا والذي يسميها Packets يعني هذا جاية من طبقة Network Layer Protocol اللي هو يعني ال-IP تصل إلى UDP طبعا هنا نسا راح يسوي عملية Demultiplexing يعني هذه جايتنا فقط يقال لك بأنه كلها جاية إلى destination IP address اللي هو رقم مثلا 192 168 10 5 مثلا توصل إلى UDP راح يقوم بتوزيعها إلى مجموعة عمليات هذه Application Process Application Process Application Process كل واحدة من هن طبعا راح يكون لها FDQ خاص بها يعني طابور خاص بها يعني الطابور UDP راح تجي البيانات كلها بطابور واحد وبعد ذلك يقوم بتوزيعها إلى مجموعة طوابير خاصة بالعمليات للحاسوب الواحد يعني هذا تصل إلى الحاسوب الواحد وهنا تتوزع إلى العمليات أو Processes العمليات أو التطبيقات الموجودة في داخل هذا الحاسوب من خلال Port Number من خلال رقم المنفذ يعني كمثال أنه أنا عندي حاسبة تقوم بإرسال صور باستخدام FTP وتقوم بإرسال مواقع انترنت اللي هي عن طريق HTML أو HTTP ويعني غيرها من التطبيقات الأخرى كل واحدة طبعا راح تتصل عن طريق Process معين وعن طريق Port Number معين ممكن أنه تفتح التال Port 80 21 443 ومختلف نوع البرتات في نفس الوقت للحاسوب الواحد النوع الآخر من الهي Reliable Data Transfer أو Reliable Byte Stream اللي هو TCP اللي هو الأكثر وثوقية الأكثر الاستخدام اللي هو على اسمة يعني تم تسمية الموجود في الانترنت اللي هو TCP IP اللي هو يعني protocol سيوت اللي هو يعتبر العمود الفقري أو الأساس الذي يعمل بي الانترنت كل اللي حاليا نستخدم واللي من خلال حضراتكم حاليا قاعد تشوفون هذه المهاضرة ونفس اللي نستخدم بشكل يومي في حياتنا اليومية طبعا هذا على خلاف الـ UDP يوفر الخصائص التالي أنه Reliable موثوق يعني يضمن إيصال الرسائل Connection Oriented يعني جريان البيتات واحدة بعد الأخرى بشكل موثوق مثل ما ذكرنا ومؤسس للاتصال هنا رح يظهر لدينا مصرحات معينة اللي هي Flow Control وال Congestion Control هو التحكم بالجريان وال Congestion Control هو التحكم بالازدحام يعني أنا شقد أقدر أخلي الشبكة تكون مزدحمة وشقد أقدر أخلي الشبكة تقوم بعملية الـ Flow أو جريان البيانات بأقدر أكبر مقدار ممكن دون الوصول إلى مرحلة الـ Drop طبعا Flow Control يتضمن يعني منع المرسل من إرهاق أو إثقال يعني سعة المستقبل Flow Control يتضمن منع الأجهزة المرسلة من Overrunning يعني من أنه يعني تزاحم أو تتجاوز قابلية المستلمات على استلام البيانات لأنه بهذه الحالة سيأدك أنه Overflow ويؤدي إلى Packet Drop ويؤدي إلى Packet Retransmission ومشاكل كثيرة الـ Congestion Control بالطرف الآخر يقل لك يتضمن منع Too much data from being injected into the network thereby causing switches or links to become overloaded هذا Flow Control يعني كأنه بالحقيقة ما بين Transmitter وReceiver ما بين Sender وReceiver الـ Congestion Control لا هذا يشتغل على مستوى الشبكة يعني على مستوى الأجهزة الوسطية هذا يتضمن منع ضخ كمية كبيرة من البيانات إلى الشبكة والتي يمكن أن تؤدي إلى أن الـ Switcher أو الروابط تصبح overloaded تصبح مزدحمة جدا يعني أو تعبر أكثر من طاقتها يعني هذا بالحقيقة يشوف أنه الـ Receiver قد يقدر يستلم وعلى أساس يضبط سرعة الإرسال هذا يشوف أنه الروابط أو الأجهزة الوسطية الموجودة Switcher راوترات Firewalls Links وشي قد تقدر تتحمل بيانات وعلى أساس يستطيع ضبط الإرسال والاستقبال على مدية منع overloading ويمنع packet drop المشاكل اللي ممكن يصير عندك في end-to-end يعني processes أنه في قلب TCPIP هو Sliding Window algorithm اللي هي المقبوض مشروحة فيها الشابتر الثاني طبعا Discussed in chapter 2 لأنه طبعا هو راح يقوم بآدة الكلام عنها بشكل مختصر ولكن هي نفس هال Sliding Window اللي كانت موجودة في chapter 2 As TCP runs over the internet rather than the point-to-point link the following issues need to be addressed by sliding window algorithm بما أنه تذكرنا أنه يشتغل على الانترنت يعني في network of networks في شبكة الشبكات وليس هو عبارة عن point-to-point أو يعني هو عبارة عن link واحد فقط من نقطة إلى نقطة مقابلة فبالتالي هو راح تكون عندك الكثير من الاشيوز المشاكل أو القضايا اللي تحتاج أنه يتم معالجتها من خلال Sliding Window algorithm خوارزمية النافذة المتحركة طبعا هنا نقول لك أنه TCP يدعم logical connections الاتصالات المنطقية بين العمليات والتي تعمل على جهازين مختلفين في الانترنت وهذا شيء مثل ما ذكرنا هو process to process عبارة الhost to host TCP connections are likely to have widely different RTT times يعني الreal time transfer أو return time الخاصة بالرسائل المرسلة والمستقبلة راح تكون هنا مختلفة بشكل كبير جدا بالنسبة للTCP connections وبالتالي هذا أيضا شيء نحتاج أنه نقوم بتأكد من عنده أو ضمانه من خلال Sliding Window algorithm يعني نستطيع أنه نقوم بإدارة أوقات وصول ورجوع يعني وصول الرسائل ورجوع الacknowledgement راح تكون مختلفة بشكل كبير جدا هذه كلها يجب أن يقوم بإدارتها بشكل صحيح وناجح sliding window algorithm packets may be reordered in the internet هنا أيضا الباكتات ممكن أن يتم إعادة ترتيبها في الانترنت وبالتالي أنه TCP يحتاج في أطرف الاستلام أنه يقوم بإعادة ترتيب الباكتات حسب ترتيبها الأصلي من خلال استخدام segment number وطبعا إعادة ترتيبها TCP needs a mechanism using which each side of a connection will learn what resources the other side is able to apply to the connection هنا أيضا TCP يحتاج أنه يقوم بتطبيق ميكانيكية أو آلية معينة من خلالها يستطيع كل واحد من طرفي الاتصال أن يعرف أو يتعلم عن ما هي الموارد التي يستطيع الطرف الآخر إضافتها إلى الشبكة يعني هنا TCP بالحقيقة هو من خلال الإرسال والاستقبال واستخدام flow control والcongestion control سيجعل كل واحد من الطرفين المرسل والمستقبل اللي هم ممكن يكون client server ممكن يكون peer-to-peer يعرف ما هي الأشياء التي يستطيع الطرف الآخر إضافتها إلى connection بمعنى ما هي resources الموجودة ما هي سرعة الإرسال والاستقبال ما هي processes الموجودة ما هي البروتات المفتوحة إلى آخر TCP أيضا TCP يحتاج أنه يقوم بتطبيق ميكانيكية معينة تسمح للجهة المرسلة أنه تعرف ما هي سعة الشبكة يعني ما هو أقصى سرعة إرسال عبر الشبكة نستطيع من خلال إرسال البيانات يعني الـ كيلو بيت بير سيكون ميجا بيت بير سيكون الى آخر المرسل يقوم بكتابة البيتات إلى TCP connection وبعد ذلك المستلم يقوم بقراءة البيتات من TCP connection على رغم أنه بيت ستريم يعني يعني عبارة عن سيل من البيتات أو هذه كلمة البيت ستريم هي تصف خدمة TCP التي يوفرها إلى التطبيقات أو العمليات إلا أنه TCP not itself transmits individual bytes over the internet يعني إلا أنه بالحقيقة حتى وإن كان هو اسم byte stream لأنه TCP نفسه هو ما يرسل bytes individual bytes وإنما يرسل لنا segments فشنو راح يكون هو شكل هذا segment اللي تحتوي على مجموعة من البيتات طبعا TCP on the source host buffers enough bytes from the sending process to fill reasonably sized packet and then sends this packet to its pair on the destination host يعني هنا مثل ما ذكرنا أنه هو ما راح يرسل لك byte byte وحدة وإنما TCP في طرف الإرسال راح يقوم بتجميع عدد كافي من البيتات من العمليات المرسلة على مو تقدر تملي لك reasonably sized packet يعني يصل إلى وبعد ذلك يقوم بإرسالها إلى الطرف المقابل يعني لل destination host فهنا أيضا هو ما راح يقوم بإرسال byte byte لوحدها وإنما يقوم بإرسال segment يعني قطعة البيانات الموجودة في الطبقة الرابعة نسميها segment قطعة البيانات الموجودة في الطبقة الثالثة نسميها packet قطعة البيانات الموجودة في الطبقة الثانية نسميها frame وهكذا يعني يقلك بأنه أيضا الTCB في طرف الاستلام راح يقوم بتفريغ محتويات هذه البكت أو segment نسميناها هنا في بفر أيضا عبارة عن ذاكرة مؤقتة في جهة الاستلام وبعد ذلك العملية المستلمة ستقوم بقراءة البيانات من هذه الذاكرة المؤقتة في وقت راح تحيان عندما يكون لديها وقت لهذا الشيء وطبعا هذا البفر في طرف الاستلام اللي هو ذاكرة مؤقتة والبفر في طرف الاستلام طرف الارسال وطرف الاستلام هذه بالحقيقة الهدف من أته هو أنه تعمل المزامنة أو يعني ضمان أن البيانات لن تفقد إذا كان هناك فرق كبير بالسرعة ما بين الارسال والاستقبال بالضبط هذا الكلام اللي حيشينا أنه الباكتات التي تبادلها ما بين طرفي الTCB راح نسميه segments أي أن اسم البروتوكول داتا يونيتي سمونا أو الPDU اللي موجود في الطبقة الرابعة راح نسميه segment هنا لديك وصف مبسط يعني عن ما الذي يحصل هو تي سي بي منج بايت ستريم هنا الابليكيشن بروسس في طرف الإرسال تقوم ب رايت بايت تقوم بإرسال بايتات من البيانات الTCB راح يقوم بتجميع هن كلهن في بفر في ذاكرة مؤقتة إلى أن يصير حجم حجم السيجمنت الطبيعية بعد ذلك بالطرف الآخر أيضا راح يكون أكعد في الTCB يحتوي على اللي هو الذاكرة المؤقتة في طرف الاستلام اللي أيضا راح تجمع في داخل ها السيجمنت إلى أن هنا الابليكيشن بروسس يعني عملية التطبيق في الطرف الآخر راح تبدي تقراهن على وقت فراخ يعني أو براحت مثل ما نقول حسب يعني الحاجة أو حسب سرعة القراءة هنا يوجد سرعة كتابة وهنا يوجد سرعة قراءة على مد نضمن أنه كلاهما يتوازن مع بعض هما لبعض الآخر راح نستخدم الفلو كونترول وأيضا على مد نوفر طبقة حماية إضافية تمنع حثف البيانات راح نستخدم سيند بوفر ورسيف بوفر طيب ما هي البيانات الرئيسية التي يتم إضافتها إلى المسج القادمة من قبل إرسال البيانات أو قبل تأكوين السيجمينت أول شيء مثل ما ذكرنا مثل UDP أكو أدنا الرقم التسلسلي لهذه السيجمينت اللي هو يعني رسالة الموافقة أو عدو الموافقة اللي تعطينا فتفكر أنه هذه المسج أو هذه السيجمينت وصلت أو لم تصل الهيدر طول هذا الهيدر هنا صفر أكو هنا أكو مجموعة من الأعلام التي تعطي فات إشارات معينة لها علاقة بالFlow Control والCongestion Control وغيرها Advertised Window حجم الwindow المستخدم بالFlow Control Check Sum وكذلك Urgent Pointer وهنا أكو أكو Options Variables أو ممكن تكون اختيارية موجودة أو غير موجودة وآخر شيء نقوم بإضافة Data اللي هي جزء من Message القادمة من Application Layer Protocol هذا مثل ما ذكرنا هو TCP Header Format طبعا هذا بالامتحان عادة يفضل حفظة لأنه ممكن أنه يأتي على شكل رسم وشرح لكل واحدة من هذه الأجزاء الموجودة في داخله طبعا هنا سيبدأ يشرح وحدة ورث ثانية في هذه السعادات القادمة هنا قال لك بأنه Source Port Destination Port هذه تحدد Source و Destination Port الacknowledgement والsequence number والadvertised window fields are all involved in the TCP sliding window algorithm هذا نكون هنا موجودة ضمن protocol TCP sliding window خوار زمية النافذة المتحركة الخاصة بالTCP مثل ما ذكرنا the acknowledgement sequence number والadvertised window حجم النافذة بما أنه TCP هو byte oriented protocol وذلك فإن كل byte يمتلك sequence number يعني رقم تسلسلي وهنا sequence number سيحتوي على الرقم التسلسلي لأول byte من البيانات التي يتم إرسالها في داخل هذه segment يعني بالحقيقة هنا sequence number هو ليس رقم segment وأن ما رقم أول byte موجود في داخل هذه segment الacknowledgement مثل ما ذكرنا والadvertised window fields carry information about the flow of the data going to the other direction مثل ما ذكرنا أنه الacknowledgement والadvertised window هذه الacknowledgement والadvertised window تحمل بيانات أو معلومات عن جريان البيانات إلى الطرف الآخر اللي هي يعني العلاقة بها الflow control أيضا كنت قد نفت شيء يسمونه 6-bit flags الأعلام اللي هي عبارة عن 6-bit هذا حق اللي يحتوي على يعني used to relay control information between the TCP peers هذا يقوم بتمرير بيانات التحكم بالأرسال والاستقبال بين أطراف TCP يعني transmitter receiver عندما نقول peers يقصد بها sender receiver يعني TCP sender TCP receiver the possible flags include الأعلام الممكنة العادة المتوفرة اللي هو SIN FIN RESET PUSH ARGENT ACKNOWLEDGEMENT إلى آخر هذا أيضا رح نشوف إن شاء الله السن والفن flags are used when establishing and terminating the TCP connection respectively السن اللي هو يعني establishing العلم الخاص بالسن هو يعني يستخدم عنده تأسيس الاتصال الخاص بالTCB والفن اللي هو finish يعني يستخدم عنده انهاء اتصال الخاص بالTCB رح نشوف السن والفن والأك طبعا الاثنالجمنت فلا يعني علم الموافقة نسوي لسيت يعني نضبط نخلي قيم تواحد في أي لحظة ننطي للرسيفر يعني انطباع أنه يجب أن يعطي اهتمام إلى هذا البكت ويقوم باستلامه أيضا رح نشوف إن شاء الله شنو فائدة الآك يعني مع أعلام السن والفن الارجنت طبعا هذا فلا يعني يعني من اسمه يعني ضروري أو ملح هذا أيضا علم اسمه يعني يعني يوضح أن هذه السيغمنت تحتوى على بيانات مهمة عندما يكون هذا الفلا يعني قيمتها واحد طبعا الفلا هو نقصد بها فت واحد يعني ما تكون قيمتها صفر أو واحد فعندما يكون معنة واحد عندما يكون ريسيت معنة صفر عندما يكون هذا الفلا ست عند ذلك الارجنت هذا الفيلد indicates where the non urgent data contained in this segment begins طبعا الارجنت سيوضح لك أين تكون لديك البيانات التي هي non urgent الغير مهمة أين ستبدأ في هذه السيغمنت يعني إذا كان الفلا اللي هو اسمه ست سوري الفلا على بيانات مهمة ولكن هذه بيانات المهمة من تبدأ وأين تنتهي هنا هذا يوضح لك هو urgent pointer حيث أنه سيوضح لك أين تبدأ البيانات غير مهمة بداخل هذه السيغمنت طبعا urgent data is contained at the front of the segment أكيد لأن هي بيانات مهمة ستكون موجودة في بداية السيغمنت بمعنى عندما هذا urgent pointer ينطيل هذا رقم معين بمعنى أنه كل البيانات التي قبلها هي urgent أما التي بعدها هي non-urgent up to and including the value of the urgent pointer byte into the segment يعني هذه urgent تبدأ من بداية السيغمنت وصولا إلى القيمة urgent pointer هذه كلها ستكون urgent التي وراها ستكون non-urgent طبعا push flag signifies that the sender invokes the push operation which indicates to the receiving side of the tcb that it should notify the receiving process of this fact push flag معناها علم الدفع أو الإرسال طبعا هذه توضح بأن الreceiver قام بعملية push أو إرسال هذه تعطي انطباع إلى tcb بأنه يجب أن يبلغ العملية المسترمة أن هناك بيانات قد وصلت إليها أو قد دفعت إليها أخيرا الreset flag طبعا هذا signifies that the receiver has become confused الreset طبعا هذا الفلاغ عندما يتم ضبطه هذا يوضح بأنه الreceiver has become confused بأنه جهة الإرسال أصبحت في وضع حيرة حاليا ما تعرف شي تستلم أو ما تستلم فهنا عادة هذا أيضا يشير إلى أنه في لحظة من اللحظات عندما يكون هناك مشكلة المستقبل يجب أن يتم ضبط أو عمل set لهذا الفلاغ اللي هو الreset من أجل أن تبدأ عملية جديدة إن شاء الله يعني بمعنى أنه احتارت عملية الاستلام بمعنى أنه استلمت فهي قطعة معينة من البيانات هي لم تتوقع أنه ستستلمها وبالتالي هي تريد أن تقوم بإلغاء هذا الاتصال أو إقفال هذا الاتصال check sum field is used to exactly the same as for the UDP it computes over the TCP header the TCP data and the SODO header which is made up of the source address destination address and length fields from the IP header check sum هي مجموعة من البيانات التي يتم ارفاقها مع TCP header أو UDP من أجل التأكد من سلامة البيانات المرسلة وأنها تطابق البيانات المستقبلة والتأكد من عدم وجود مشاكل في هذه البيانات عند الإرسال أو الاستقبال مسألة 3-way handshaking هذه هي طبعا عادة عندما مثل ما ذكرنا هو connection oriented يعني 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 يقوم بتأسيس اتصال قبل أن يبدأ بالإرسال والاستقبال هذا بالنسبة للTCB على خلاف UDP UDP مباشرة يقوم بالإرسال تختلف الأمور حيث أنه يقوم بتأسيس اتصال هنا نقلنا هو connection establishment and termination in the TCP أول ما أي جهاز يريد إرسال أو استقبال بيانات باستخدام protocol TCP رح يبدأ بعملية إرسال SYN اللي هو synchronization أو اللي هو مثل ما سمينا هو connection initiation تأسيس الاتصال طبعا هذا active participant client يريد أنه يقوم باستلام بيانات معينة فسمينا client وهنا الطرف الآخر رح نسميه server طبعا client هو رح يرسل لنا عملية syn synchronization ويدز بها sequence number يساوي x أنه أنا أريد البيانات اللي هن تبدأ من هذا sequence number عندما تصل إلى server يدرك أنه يستطيع الإجابة على هذا الطلب أنه هذا client ويمتلك الصلاحية لاستلام هذه البيانات رح يدز syn synchronization و acknowledgement ويقل يعبد أنه sequence number يساوي y وطبعا بنفس الوقت يقل x زائد واحد يعني ينطي فدرقم للباكت الخاص بال x زائد واحد يعني هنا نضي sequence number x زائد واحد بعد ذلك طبعا هنا رح يدز l and y زائد واحد هذه طبعا يسموها three-way hand-shaking يعني خوارزمية المصافحة ثلاثية الاتجاهات يعني هذا one two three sen-ac ac هذه دائما هي يتم تأسيسها ثم بعد ذلك طبعا يعني يعني ورما تجي هذه ac يبدو بس server يقوم بإرسال البيانات المطلوبة data يعني فهذه يعني three-way hand-shaking ضروري جدا أنه يتم تأسيسها أو بدئها وبالتالي نسميناها connection-oriented أو connection-establishment قبل أن يتم بدء بإرسال واستقبال البيانات ما بين el-sender sorry أو initiator نسمي active participant والpassive participant اللي هذي بالحقيقة راح يكون هو client اللي هو الزبون الذي يقوم بطلب بيانات معينة من السيرفر هو اللي راح يقوم ببدء الاتصال sen sen-ac ac ثم بعد ذلك يتم إرسال البيانات بالنسبة لبقية الأشياء ان شاء الله خاصة بالسايدين ويندو اللي هي يعني revisited هو هنا مسميها يعني يقول لي أنه احنا ذكرناها أو شرحنا عليها بشكل مفصل في الشابتر الثاني راح نحاول ان شاء الله أنه أيضا نسوالف عليها ولو بشكل مختصر في الفيديو القادم فإن شاء الله يكون هذا الشرح واضح مفيد ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم مع السلامة